السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن النهاردة هنعمل مع بعض المكارونا السريعة ما بتاخدش وقت خالص وهنعملها كلها في حلة واحدة مكوناتها بسيطة وسهلة وطعمها حلو جدا ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد أول حاجة معنا المكارونا طماطم فلفل رومي فلفل شطة بصلة هنجيب اللطاسة هحط فيها المكارونا اي ده حوالي نص كيس مكارونا دلوقتي هبتجي حط الطماطم حطي الطماطمية قطعتها قطع صغيرة ايه واقطع الفلفل برضو قطع صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده احطه بقى جنب الطماطم ايه الفلفل الحرق اه دلوقتي معنا اختياري مش اجباري اللي ما بيحبش حرق ما يحطوش ايه بس هو بيخلي الطعم حلو جدا الفلفل انا احط حوالي نص القرن لانه حامي جدا فاحط نص القرن بس مش اكتر على حسب ما انا بحب احط يعني دلوقتي بقى هجيب البصلة ايه واقطعها قطع صغيرة زي الطماطم والفلفل كده ما قطرش في الطماطم والفلفل والبصل ايخلي الكمية بتاعته قليلة علشان يخلي الطعم حلو لو قطرت طعم بقاش لذيذ قوي فما نقلل ما نقطرش يعني نقلل في الكمية دلوقتي انا احط البصلة زي ما احنا شايفين كده يعني هو كشكل تجميلي بس مش اكتر لكن ممكن نحط كله على بعض وعادي جدا يعني دلوقتي هنحط المية المية لازم تكون مغطية لحاجات اللي عندي دي كلها علشان ما اضطرش احط مية وهي على النار دلوقتي بقى ابتدي احط التوابل بتاعتي معلقة تون باودر وبرده هحط معلقة بصل باودر معلقة ملح وهحط دلوقتي مكعب مرأ لازم يتحط بيخلي الطعم حلو جدا وبيفرق في طعم الماكرونة جامل فده اجباري مش اختياري يعني لانه بطعمه حلو قوي وهنحط دلوقتي حوالي اربع معلق زيت خلاص كده انا حطت كل حاجة هبتدي بقى اقلبهم على بعض يعني او هحط الصلصة والصلصة دي اختياري مش اجباري بس علشان تديني اللون يعني فانا هحط الصلصة ومش هكطر برضه هحط معلقة واحدة بس لو انا عجزها لون هيبقى غامق قوي احط معلقتين تلاتة مش حبة معلقة واحدة هتخلي انها حلو برضو جميل شايفين شكلها حلو ازاي هقلبهم بقى دلوقتي هبتدي دلوقتي احطها على النار النار عندي في الاول بتبقى عالية وبعد كده بتبقى بهدي النار اهي بتدت فوق تفور كل ما تبتدي تغلي بقى الحاجات دي كلها اي اقعد اقلب المكارونة علشان المكارونة ما تلزقش مني ولو المية لقيتها اقلت مني جامد ابتدي احط شوية مية بس انا حط المية كويسة يعني مش هحتاج مية اهو اقلب فيها كل شوية اقلب فيها مبتاخدش سبع تمن دايع على النار يعني وتبتدي تستوي اي بقلب فيها وبعدين بوطي عليها واغطي عليها واسبها شوية مع بعض وارجع تاني اقلب اقلبها يعني من كل بين كل فترة والتانية اقعد اقلب فيها علشان ما تلزقش مني والزيت مهم جدا لازم احط زيت عشان ما تتعجنش مني ما اهي شايفين شكلها عامل ازاي ابتدت تستوي اهي والصوص بتاعها تتشربو في ناس بتحب تاكلها في الوقت دوت لكن انا هسيبها كمان شوية عشان الصوص ميبقاش كتير اهي ابتدى الصوص اه ينشف شوية عايزية عايز اقول لكم ان ريحتها بتبقى حلوة جدا وانتو بتعملوها وطعمها كمان بيبقى حلوة قوي قوي اه ما بتتاكلش غير سخنة اه بعد كده ما بتبقاش طعمها حلو اه لازم بتتاكل في ساعتها اهي خلاص ابتدت تستوي معي اهي خلاص انا دلوقتي اه هبتدي اطفع عليها اه وصلت للقوام اللي انا عايزاه والصوص اللي انا عايزاه دلوقتي خلاص اه هبتدى بقى اغرفها في الطبق بتاعي عايز اقول لكم ان ريحتها تحفة 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 وطعمها جميل جدا بس لازم تتاكل وهي سخنة ومتاخدش وقت خالص وتعملت بسرعة معانا طعمها حلو جدا بتفرق عن المقارون العادية طعمها جميل جدا جدا اتمنى وصفية تتعجبكو اه وان شاء الله اقابلكو في وصفات اجمل واحسن لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملو اشتراك ولايك اه اشوفكم في وصفات تانية بإذن الله